حت اللايك واشترك في القناة أحسنك وتفرجي على الفيديو للآخر كي تعمل فائدة تردد في الساعات الأخيرة كلمة المكتبة الرقمية وكلمة المنصة الإلكترونية ناس كتير متلقبطة ومش عارفة الفرق ما بينهم وهل هم حاجتين مختلفتين ولا هم كلمة واحدة تعالوا مع بعض عشان نعرف ايه هم والفرق بينهم يلا بينا يلا بينا ثواني مش فاتحة بقي ولا قايلة الفرق إلا ما تشتركوا في القناة وترجعوا اللايك أحسن لكم حت اللايك المكتبة الرقمية هي مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري EKB لمساعدة الطلاب على المذاكرة بتضم مختلف المناهج الدراسية وللحصول على معلومات ومواد تعليمية وللمساعدة في عمل الأبحاث والمشروعات وهيتم في الأيام القادمة رفع فيديوهات تعليمية لكل المراحل عليها أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة والله عرف انكم مش فاهمين يعني بالبلدي شرح معنى الكلام ده ان المكتبة الرقمية هي حاجة كده خاصة للطلاب بيتم فيها شرح المناهج كاملة للطلاب وما تحتويه المناهج من تجارب وأبحاث أما المنصة الإلكترونية فهي للتواصل أونلاين بين الطلاب والمعلمين كما لو كانوا متواجدين في المدرسة وستتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء امتحانات أونلاين لقياس مدى معرفة الطالب بالمعلومات التي وصلت له من المعلم حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص نفس الدحكة اللي فاتت حارفة أن أنت برضو مش فاهمين يعني شرح المنصة الإلكترونية بالبلدي هو التواصل بين الطلاب والمعلمين من خلال هذه المنصة كأنها مدرسة بس مدرسة من خلال النت أولياء الأمور اللي هيستخدموا المكتبة الرقمية أو المنصة الإلكترونية يشتركوا في القناة ويرزعوا اللايك أحسن لهم حاتي اللايك ايه؟ تمثوا بالخير يا أحلام تابعين ما تنسوش السابسكرايب بتاعي لايك يا بيه لايك يا فاندي تعالي نشترك في القناة حاتي اللايك اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة